السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم أحلى وأرقى متابعين متابعين قناتي قناة شمس النهار للأسف معنا النهاردة أخبار محزنة للغاية ثلاث أخبار عن فنانين مشهورين جدا وحزن أسرتهم بعد تلقينا أخبار صادمة عنهم أبشع خبر عن الفنان صلاح السعدني يعلن أحمد صلاح السعدني منذ قليل ببكاء وإنهيار شديد جدا وللأسف وفاة فنان مشهور منذ قليل على عمر يناهي 76 عاما وحزن يسود الوسط الفني بسبب الفنان يحيى الفخراني بعد معاناة مع فيروس كورونا وتليف رئتي الفنان يحيى الفخراني وحيئة وفاته منذ قليل كانت صدمة وصاعقة كبرى نزلت على الوسط الفني بسبب الفنان يحيى الفخراني لاميز جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني تعالن وداعا يحيى الفخراني منذ قليل وصدمة كبرى للنجوم كل التفاصيل هنوفيها مع حضرتكم فضلا منكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أحلى وأرقى متابعين متابعين قناتي قناة شمس النهار بشكركم جدا لدعمكم الزائد والمستمر لنا عالتي التانية شرف لي تواجدكم في قناتي المتوضع جزاكم الله عني كل خير لو تكرمتم نذكر الله ونصلي على رسولنا الفنان صلاح السعداني بقاله فترة كبيرة جدا ما بيظهرش على الشاشة ولا على السوشال ميديا لدرجة أن بعض المواقع الإخبارية نشرت كتير جدا وفات صلاح السعداني وابنه أحمد صلاح السعداني بعد منجدة من الدكتور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أنه يطمن عن حالة الفنان القدير صلاح السعداني بعدما بعض المواقع الإخبارية نشروا أخبار صادمة جدا عن صلاح السعداني وكل المقربين حابين يطمنوا عن صلاح السعداني والنجوم والمتابعين بيتسألوا عن الحالة الصحية لصلاح السعداني أعلن أحمد صلاح السعداني للأسف خبر صادم جدا لكل جمهور صلاح السعداني نزل كالصاعقة على بعض النجوم والفنانين صلاح السعداني هو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريو الزراعة وهو من أصور ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية هو من موليد 23 أكتوبر 1943 عمره 78 سنة اسمه الحقيقي صلاح الدين عثمان إبراهيم السعداني بسبب عدم ظهور الفنان صلاح السعداني بقاله سنوات على السوشال ميديا وما عملش أي عمل فن جديد الكل بدأ في تساؤلات عن حالته الصحية الفنان صلاح السعداني أعلن أحمد صلاح السعداني منذ أيام أنه متواجد في منزله مع أحفاده وبيعيش حياة طبيعية جدا لكن للأسف صدمنا أحمد صلاح السعداني منذ قليل عند إعلانه أن والده متواجد في المستشفى وعنده اشتباه في كورونا ده غير إن الفنان صلاح السعداني بينسى كتير جدا وبعض المواقع الإخبارية نشرت إنه مصاب بالزهايمر وده طبعا مش حقيقي الفنان صلاح السعداني بسبب كبر سنه عنده 78 سنة يا جماعة يعني مش صغير محتاج إن إحنا ندعيله ونقف جنبه بدعوتنا لإني فنان قدير وعظيم وجسد أعمال كتيرة أمتعتنا جميعا عمدة الفن الفنان صلاح السعداني محتاج دعوتكم لحد دلوقتي أحمد صلاح السعداني لا نفى ولا أكد إيجابية كورونا لكن أعلن اشتباه في كورونا للفنان صلاح السعداني ربنا يتم شفاءه على خير ويطمن كل أسرته وكل جمهوره وعنه إن شاء الله عند نشر أحمد صلاح السعداني على انستجرام اشتباه كورونا للفنان صلاح السعداني إنهال علي التعليقات داعين الله عز وجل أن يشفي شفاء لا يغادر سقما دعوتكم لصلاح السعداني شفاها الله وعفاه وإن شاء الله نطمن حضرتكم بأي تفاصيل كاملة عن حالته الصحية وننتقل على الخبر التاني اللي معانا اللي أحزن كل الوسط الفني الفنان يحيا الفخراني للأسف أعلنت زوجته لميس جابر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعداني وحقيقة وفاته منذ قليل كانت صاعقة لكل الوسط الفني الفنان يحيا الفخراني لو هنتكلم عن يحيا الفخراني هنتكلم عن الزوء عن احترام عن الأدب عن الأخلاق عن التأدير بجد الفنان يحيا الفخراني ممثل مميز ورائع جدا الكل اجتمع على حبه سواء في الوسط الفني أو من متابعيه جمهوره يحيا الفخراني هو ممثل وطبيب مصري ولد بمحافظة ضد قهلية في 2020 عين يحيا الفخراني نائب في مجلس الشيوخ المصري من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحيث ينوب يحيا الفخراني مع سميرة عبدالعزيز عن الفن المصري هو من موليد 7 إبريل 1945 عمره 76 سنة متزوج من لميس جابر اللي أعلنت أبشع خبر منذ ساعات قليلة عن الفنان يحيا الفخراني بعد نقله إلى المستشفى في حالة متدهورة للغاية في عربية إسعاف مجهزة اسمه الحقيقي يحيا محمد إبراهيم مصطفى الفخراني مع شوق الدراما تخرج الفنان يحيا الفخراني من كلة الطب بجمعة عين شمس في الكاهرة وعقب تخرجه مارس مهنة الطب لفترة أسيرة وبعد كده اتجه للتمثيل والفن وقدم أعمال كثيرة أمتعتنا جميعا الفنان يحيا الفخراني فنان مميز جدا للأسف اتصدمنا عند إعلان زوجته لميس جابر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم نقل الفنان يحيا الفخراني إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة دامت لساعات وأكدت لميس جابر عن الحالة الصحية للفنان يحيا الفخراني اللي طردته شائعات كتير جدا في الفترة الأخيرة من شهور أعلن بعض المواقع الإغبارية إنه هو مصاب فيروس كورونا وده اللي نفاته زوجته لميس جابر وقالت الحمد لله وبيتمتع بصحة جيدة وبيصور أحد مسلسلاته اللي من المفترض إنه يتعرض في رمضان المقبل لكن للأسف بعد دخوله في غيبوبة ونقله إلى المستشفى تحديدا مستشفى الشيخ زايد التخصصي أعلن الطبيب المعالج أبشع خبر وهو إيجابية كورونا للفنان يحيا الفخراني كورونا للأسف أخذت مننا ناس كتير جدا من جراننا ومن حبيبنا ومن أهلنا ومن الوسط الفني كتير جدا الفترة الأخيرة وتوجه نقيب المهن التمثيلية بزيارة للفنان يحيا الفخراني لكن للأسف الزيارة كانت ممنوعة بسبب تدهور الحالة الصحية له وناشد نقيب المهن التمثيلية الجمهور بالدعاء للفنان يحيى الفخراني وعمل مدخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي في برنامج أسرار النجوم وأعلن عن الحالة الصحية للفنان يحيى الفخراني وأنه للأسف حالته متدهورة جدا داخل العناية المركزة وأعلن الطبيب المعالج أنه هو هيتم تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة لأنه عايش على جهاز تنفس حاليا دعوتكم ليحيى الفخراني شفاها الله وعفاه وإن شاء الله نطمن حضرتكم عن حالة الصحية وننتيل على آخر خبر معنا إنا لله وإنا إليه الراجعون أعلن الفنان مونير مكرم وفاة الفنان القدير محمد عبد الحليم مساء السبت ونشر مكرم صورة للراحل عبر حسابه بمواقع فيسبوك وعلق الدوام لله الفنان محمد عبد الحليم وأعلن رحل عن عالمنا ووفاته طبيعية لكل أجل كتاب وبسؤال حول تفاصيل الجنازة والعزاء قال لم يحدد بعد أي شيء إلا أنه تم تشيع الجسمان منذ قليل من مسجد الشرابية بمنطقة الملك الصالح دعوتكم له بالرحمة والمغفرة لإني لم يحضر أعزاءه إلا قليل من النجوم بشكر حضراتكم وبتمنى دعوتكم إن شاء الله أوفيكم بأي جديد أحلى وأرقى متابعين متابعين قناتي قناة شمس النهار شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته